أتى موقع في السوق الإفريقية ورفع حجم الصادرات الجزائدية خيار استراتيجي أمام الجزائر من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي والخروج من تبعية المحروقات لسيما بعد دخول الجزائر منطقة التبادل الحرة الأفريقية هو ما أكده المتعاملون الاقتصاديون خلال ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة هي كي تكون منطقة حرة لازم يكون إعفاء جمركي يعني واش نستفادوا إحنا الإعفاء الجمركي ولكن راح تخدم يعني اليد العاملة في الجزائر وطرطان يتكون قريبة لإفريقيا للتصدير وندخلوا عملة صعبة دونك فيها فائدة كبيرة يعني مام يكونوا شركات أجنابية ونستفادوا حنا من اللوجستيك يعني مام تكون شركات أجنابية تنفيستي في المناطق الحرة هذه الجزائرية راه راه يعني الشاب الجزائري راه مستفاد طاقة الجزائرية راه مستفادة لأنه بيخلص ليشارج تاوعو وطرطان يدير تصدير تاوعو للإفريقيا بيانات التجارة الخارجية تشير إلى أن صدرات الجزائر غير النفطية لم تتجاوز 2 مليار دولار سنة 2020 فكيف يمكن اقتحام السوق الإفريقية خارج معادلة تصدير المحروقات ومادى جاهزية الاقتصاد الوطني في ظل احتدام المنافسة العالمية على السوق الإفريقية المنتوج الإفريقي داخل الإفريقيا يقدر ينافس المنتوج الأجنبي عنده أولوية على المنتوج الأجنبي نعطيك مثال المنتوج دعنا هنا يوجد عنده إعفاءات ضريبية أنا في السعر المصنع 35 دينار نقدر نحوله للدولار ونصدره مثلا نقوله كود إيفور ما عندوش حقوق جمهوركية ما عندوش غرامات جيبائية وبالتالي المنتوج دينار عنده قابلية أكثر أن ينافس المنتوج الأجنبي تتجه الجزائر نحو جيرانها في الجنوب بحثا عن فرص استثمارية من خلال عدة إجراءات اتخذتها الحكومة على غرار إدراج منحة للمصدرين وإعادة بعض تجارة المقايضة ليبقى الرهان على المؤسسات الوطنية وقدرتها في الاستحواذ على حصص في الأسواق الإفريقية